الشهيد أحمد عفتان شندي هو اسم متحف تراثي استسي في نهاية التسعينات ويقع في قضاء هيت بمحافظة الأنبار الموجودات في هذا المتحف تجسد لمحة من الأمس القريب للمهتمين بالمواقع الأثرية والمقتنيات النادرة ليس في قضاء هيت فحسب بل على صعيد كل مدن البلاد مؤسس المتحف الحاج حمد عفتان بدأ مشواره في جمع القطع القديمة والأثرية منذ سبعينيات القرن الماضي حتى قرر أن يحول هوايته من مجرد جمع الطوابع إلى افتتاح متحف يكون باكورة لجهود مدنية استمرت لعقود يحمل اسم شقيقه الذي قتل أثناء الحرب على العراق عام 1991 في محافظة البصرة كثيرة هي المقتنيات المثيرة للاهتمام في متحف الشهيد أحمد عفتان ولعل البندقية التي قيل إنها تعود للشيخ ضاري المحمود شيخ عام قبيلة زوبع وأحد قادة ثورة العشرين ضد الاحتلال البريطاني وأحد قادة ثورة العشرين ضد الاحتلال البريطاني في العراق وهي واحدة من بين مقتنيات هذا المتحف في العام 2012 نال متحف الشهيد أحمد عفتان المركز الثاني على مستوى العراق في الذكرى الثالثة والأربعين بعد المئة لتأسيس الصحافة العراقية لكن رغم تلك الجهود بقي المتحف في خانة الهمال الحكومي ورغم أن المعرض تعرض لعمليات تخريب على يد قوات الاحتلال الأمريكية عام 2007 خلال إحدى المداهمات وأغلق لمدة ثلاث سنوات إلا أن ذلك لم يمنع الحاج عفتان من المضي قدما في مشروعه وهو اليوم يدعو جميع الشباب والمهتمين بالتراث العراقي لزيارة المتحف ترجمة نانسي قنقر